السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفاتنا لأنه هنا لمسترقص بالقناة فضلا نشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها للفترة الجيد إن شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة بنفسر سلوكنا ومعتقداتنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة تحديدا حلقة النهاردة هنتكلم عن أسباب التفكير المستمر في الأشخاص السلسلة اللي بدأناها والعالمات اللي بتأكدلك إن فيه شخص معين بيفكر فيك في السر دون أن يعترف الحقيقة موضوع التفكير المستمر ده وإن يبقى فيه شخص معين شغل تفكيرك مش قادرة تتخطي هذا التفكير مش قادرة تطلعيه من عقلك ولا من دائرة أفكارك يومك كله مستحوز عليه بتفكري في هذا الشخص أو أنت بتفكر في هذه الشخصية الكلام بين طبعا الرجل والمرأة طبعا الحقيقة ده يعني شعور صعب جدا 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 ربنا يكون في عون الناس اللي بتحس بهذا الشعور لأن هذا الشعور طاقته بتبقى قوية جدا جدا وطاقة التفكير هنا بتبقى عملالكم ألأ داخلي وألأ خارجي يعني أنتو بتقدروش تركزه في اللي أنتو بتعملوه سواء في شغلكم أو على المستوى الداخلي يعني تلاقي حسب توطر وقلق وعلى طول تلاقي أن جسمك في طاقة زايدة من كتر التفكير دماغك بيصدع يبقى هو بيأثر على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي في الجسم بيسبب صدع طبعا زي ما قلت بيسبب قلق بيسبب توطر بيسبب إرهاق بيسبب فقد الرغبة والشهية للطعام يعني بيعمل مشاكل جمدة جدا 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 وفي ناس ممكن يجيلها التهابات القولون العصبي في ناس ممكن يجيلها اكتئاب يبقى التفكير ما نستهونش بالتفكير يا جماعة هقول لكم بعض العلامات اللي لو لاحظتوها على نفسكم تعرفوا إن في شخص بيفكر فيك أو الشخص تحديداً اللي عقلكه لأن عقلكه هيبقى محدده عقلكه هو هيبقى محدد لكم الشخص ومعرفكم الشخص دون أدنى مجهود من غير ما تعمل أي حاجة من غير ما تعملي أي حاجة لا إرادياً عقلك هيبقى عملك اثبتها عملك تركيز على هذا الشخص ومعرفك الشخص من غير أي علامات فجأة مرة واحدة هتلاقي نفسك عقلك في شخص أو في شخصية استحوزت عليه لو عملت ايه مش هتقدر تطلعي هزي الشخصية من دك بتحاول تطلعيها من تفكيرك وأنت بتحاول تطلعها من دائرة أفكارك وعقلك مش بتقدر لأن هذا غصب عنك هذا شعور لا إرادي محدش يقدر يتحكم فيه هذا حكم الطاقات وعلم الطاقة محدش يقدر يتحكم لا إرادياً طاقت الشخص وصلت لك خلال الحبل الأسيري طاقت الشخص أثرت عليك أثرت على تفكيرك أثرت على مزاجك أثرت على شعورك أثرت على حسيسك فأنت مهما حاولت أو أنت مهما حاولت تطلعي هزي الشخص مش هتعرفي أبداً إلا إذا هذا الشخص بطل يفكر فيك أو بطلت تفكر فيك لأن الشخص هنا اللي بيفكر فيك بيبقى عامل تركيز كبير جداً 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 لما تلاقي شخص مسيطر على تفكيرك أعرف إن الشخص الآخر عامل تركيز وفكس على عليك وعلى مشاعرك قوي جداً 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 يبقى زي اللي مكلبشك زي اللي سحرك بالضبط أنا بوصفها وقلت في الفيديوهات اللي فاتت إلا أنا بشبهها بالسحر يعني أنا بقول الله يكون في عون الناس اللي بيعانوا من هذا الشعور ومن هذا التفكير الزائد هما بيحاولوا أنا عارفة إن هما بيحاولوا يخرجوا الشخصية دي من دماغهم لكن ما بيقدروش كل محاولة بيحاولوها بتبوء دائماً بالفشل علوم الطاقة علوم الطاقة هقول لكم علامة لو لحظتوها العلامة دي بتؤكد بتؤكد العلامة دي على طول بتيجي في المرتبة التانية بعد اللي هو عقلك مركز على شخص معين دي أو العلامة ومحدد لك الشخص وفجأة الشخص ده بيطرق على زينك وبتفضل تفكر فيه مع إنك أنت كنت بتشوفها كل يوم مع إنك أنت كنت بتشوفيه كل يوم ما كنتش بتحس تجاه أي حاجة ما كانش مسيطر على أفكارك كنت بتشوفيه عادي قدام لكن فجأة مرة واحدة يعني مثلاً تاني يوم تلاقي الشخص بدأ يدخل لحي استفكيرك بشكل لا إرادة وبشكل قوي جداً 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 مع وجود مشاعر مصحوب بمشاعر شكو حنين لهذه الشخصية تعرف إن هنا الشخص بيفكر فيه تاني حاجة الأحلام لما تحلمي بالشخص بشكل متكرر يومياً أو تحلم بيها بشكل متكرر يومياً أعرف إن هي بتفكر فيك وأعرف إن هو بيفكر فيك لأن طاقة الإنسان مهما أنت كنت بتفكر حتى لو أنت اللي بدأت تفكير طاقة طاقة الإنسان لا تسمح إن هو يحلم بشخص ويقرر الحلم كل يوم معاهي لازم هتحتاج لطاقة إضافية لطاقة مساعدة لطاقة تفكيرك وطاقة تفكير الشخص الآخر يبقى لو الحلم تكرر بنفس الشخص يعني بتحلمي بنفس الشخص كل يوم يعرف إن الشخص الآخر بيفكر فيك دايريكت دايريكت وحبزة لو دعمتها بالعلامة الأولى اللي أنا قلتها اللي هو بيطرق على تفكيرك فجأة مع المشاعر مصحوب بمشاعر شكو حني أنت جاهزي شخص العقلك محدده عقلك محددلك الشخصية مش راضي يطلع هنا حصل إيه ليه ليه لأن الطاقة طالما أنت شفت الشخص وعرفته بينشأ ما بينك وما بينه حبل طاقي أو حبل اسمه الحبل الأسيري الحبل الأسير دا هو اللي بينقل وبيستقبل المشاعر منك وإليه فالشخص هنا لما يفكر فيك فطاقته هتوصل لك طاقته هتوصل لك طالما عقلك مش قادر يتخطى عرفي أنه مركز تفكيره عليك عقل اللواعي بيبعد إشارات طاقية لعقلك اللواعي وعقلك اللواعي بيترجم هزي الإشارات وبينقلها إلى العقل الواعي فبتعرفي أن هذا الشخص بيفكر فيك يبقى هي بتيجي من خلال العقل اللواعي الأول عقل اللواعي هنا بيرسل إشارات للعقل اللواعي فبيترجمها على طول العقل الواعي فبتعرفي وبتكتشفي غزب عنك أن في حد بيفكر فيك عقلنا اللواعي دا كده عامل زي إيه جرز الإنظار بينبهك بينبه العقل الواعي فالبعضو يا جماعة مش سهل اللواعي شكرا لكم